خد قاعد من اليوم ولا آخر لحظة من عمرك كل يوم الصبح قبل انطلاقك لسعيك لعملك لدراستك لجامعتك صل ركتين الضحى وادع قائلا اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لنا اللهم فيه اللهم وإن كان معدوما فكونه اللهم آتني من خير ما تؤتي به عبادك الصالحين ووالله ما جرب أحد هذا الدعاء وداوم عليه إلا رأى استجابة الله حقا في يومه خلال سعيه لذلك داوم على هذا الدعاء لآخر لحظة من عمرك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وأبشر برزق الله العاجل ربي يساعد لي كل أوقاتكم أهلا وسهلا فيكم صبايا بروتين جديد تمنوني عنكم إن شاء الله يا ربي كلاتكم تكونوا بخير أنا الحمد لله بألف نعمة من رب العالمين اشتقت لكم وارجعنا بفيديو جديد حلو بعد الفيديو الماضي اللي نزلته وكل الصبايا قالوا لي ما شاء الله يعني إن شغل الحديقة كتير حلو وبيعتي طاقة وهيكي فشجعتني إن أصولكم كمان وكمان وصراحة يعني بالصيف قالوا بالخريف ما منخلص شغل بالحديقة يعني فلذلك استمتعوا بهالروتينيات هلأ هوني ورق الشجر لما بيوق يعني بيطبطب بيجي هيكي على هذا المكان كتير يعني الهوى بيجيبه لهون فهو أريح صراحة في مناطق كتير بالحديقة بينزل فيها ورق الشجر طبعا كلما كانت شجرة كبيرة كلما بيكون تحت فيه ورق شجر أكتر بس ولكن هون الهوى بيجيب الورق الشجر لهالمنطقة فبتلاقوا هيك الورق مولون وأصفر مندى يعني هيكي فعيتي على سواد فكناست هون المنطقة كلها وشاركت معكم يعني هذا الروتين الحلو منشان هيك تتشجعوا إذا عندكن حديقة عن جد أنا من الناس اللي إذا بشوف حدا عم اشتغل بالحديقة فبتشجع وبقوم بشتغل بس بالحديقة لأني دائما شغلة هيكي بحسه يعني مو تقيل حلو وممتع بس بشتة هيكي شوي بالبرودة عن جد كتير بتسأل من موضوع الحديقة يعني وأصلا هون وأنا عم بشتغل بلشت كمان المطر هيكي تبخبخ عليه فوقفت تصوير وفرجت كونياها يعني بشكل نهائي بعد ما نظفتها هون التنظيف عم بيكون بس حوالين باب البيت يعني مدخل الباب فهون عن اليمين وعلى اليسار كتير كتير مجمع كان ورق شجر ولقيت هيكي الجو يعني مو كتير مبرد تقريبا درجة الحرارة عبتصر عنا بين الاربطاش والخمستاش يعني لسه نوعا ما مقبولة هي بالنهار يعني طبعا الصبح بتكون ما بين الستة للعشرة فإيه والله قامت هون وقلت قبل ما أبلش وقبل ما أعمل فنجان القهوة وقبل ما يتغير الجو لأن صراحة شفت الجو شلون قلت يا بنت قومي بلش شغلك يعني وانتو كمان هيك تنشطوا وقوم وإذا عندكن شغلات أحلى الشي بيقولولي الصبايا اني منحب نشوف فيديوهاتك الصبح مشان يعني تعطينا طاقة وبعدين نبلش نهارنا ونعود ومنشتغل بالطاقة اللي يعطينا ياها عن جد الله يسعد قلبكن يا رب كله يا تكون بحبكن من جوات قلبي وكتير هيكي بستمتع لما بقرأ تعليقاتكم الحلوة من بين التعليقات كمان اللي مرة هيك أجتني اني يا جوهينة لما نشوف فيديوهاتك منتحمس عن جد ومنقوم نشتغل مرة واحدة قالتلي عزلت المطبخ من بعد ما شفت يعني فيديو تعزيل المطبخ عندك وكمان واحدة قالتلي اني لما بقوم بشتغل عندي أنا في البيت بحس حالي أنا جوهينة وعم بشتغل عن جد من ألز التعليقات اللي عن جد كتير كتير استمتعت فيها ان شاء الله يا رب هيك دائما أكون عم بعطيكم طاقة حلوة وأحسن أفيدكن كتير كتير حسة بالتأثير عن جد اني ما عاد فيه طبخات ما عاد فيه شغلات حلوة هيك يعني على القناة بس مثل ما بتعفوا الظروف الحمد لله على كل الأحوال مين منا ما عنده هم مين منا ما وهيكي عنده مشكلة بحياته مين بتلاقوا ما متزاعي الدنيا هيك دايقة فيه الحمد لله على كل الأحوال شان كتبتلكم أنا هيكي على الصورة يعني شان بتتخطي المشاكل بحياتك صراحة هي المشكلة بالنسبة لإلك عن جد صبايا بتلاقيها كبيرة وبتلاقي هيك الدنيا ما عم تسعيك من الهم وبتحس هيك في ديء في صدرك يعني بس ولكن سبحان الله غيرك بيشوفها إن المشكلة لأ ما بدك كلها الهم إنك أنت تشايليها وتحمليها أكبر من طاقتها عن جد يمكن أنا هلا أم بحكي هاي الجملة أنت منك لحالك صبية تذكري كل بنت تذكر يعني الهم اللي هي هلا مثلا فيه سواء كان هم دراسة ولا هم شغل ولا هم بسبب الظروف المادية ولا هم بسبب مشاكل الحياة مشاكلك مثلا مع العالم حواليك أي مشكلة تعرض طيلة أو هيك شوفي أنت بتشوفي الهم عن جد كتير كتير كبير وكتير موجع بالنسبة لألك بس عن جد هو كتير كتير خفيف وسبحان الله الأيام بتأثبت لك هاد الشي لما أنت بتعدي هاي المرحلة اللي أنت فيها وبتقولي الحمد لله عدت والحمد لله كانت أموري بخير بس أنا كنت محملة الموضوع أكتر من طاقته عملت هون فنجاني القهوة الصبح وأعدت عاد درج شوفوا التواضع يعني والله أعدت هون عدرجات البيت يعني قلت لها بدي أطالع كراسي وأصلا الكراسي كلها مي وهيك ولبسي هيك هيك يعني خلص أنا طالما اشتغلت بالحديقة فلازم يعني اللبس خلص مباشرة أزدته على الغسيل فحطيت حالي والله وأعدت على الدرج بعد ما كنست هيك المدخل باب البيت شوفوا النظافة شلون صارت مأحلاها هون بقيان عندي هاد القسم اللي هو من طرف اليسار يعني فهلأ كمان إن شاء الله وتعالى رح أكنسه سبحان الله مستحيل حدا من الصبايا يقول لي لأ أنا لما بنظف أو لما بكنس أو لما بحوس ما بحس بإني هيك أنا طاقتي تحسنت عن جد صبايا لما بكون البيت فيه فوضى وكركبة أنا عندي بكل البيت غرفة ولادي دائما بتلاقوها مكركبة صدقا بالله لما بدخل عليها بتوتر أحيانا بطمنشة بقول ما عليش ولاد وعيفيهم يلعبوا بس عن جد بيعدي عليه أيام عن جد بصير بعصب أني من كتل ما فيه فوضى بقال إن شون عم تحسنه مثلا تقعدوا فيه وهي هيك يا أما بكونوا مطبئين بوزل حطينه عزي ما بسي نخربطه يا أما حطين مثلا ليجو أو مكعبات أو شي فبيلعبوا بيتموا وعيفينه للألعاب شان تاني يوم يرجع بكامل وطبعا فيه كمان شوية فوضى بنتي روح قلبها تقصص وتلون فلما بتقصص ما لن ولا قصيت الورقة بكبة أو هيك لا بتعيفة على المقعد وبتروح مثلا بتلزق وهيك فعن جد دائما غرفتهم فيها فوضى أحيانا بقول بدي أصور لكم الفوضى اللي فيها أصور لكم شقد بتاخد معي وقت يعني عن جد لما بدخل عليها برتبة بتاخد عن جد كل تأتي بس عن جد بعد ما أطلع منه وهيك أشوفها نظيفة هن الولاد صدقوا بيقوم وبدخلوا عليها وبيكونوا هيك بقى محافظين على أني ما تتخربط أو ما مثلا تتوسخ وبيبقوا محافظين عليها هاي يومين تقريبا بس بعدين خلاص ترجع بتفلت الأمور ولما بتكون غرفة نظيفة بتلاقي بقى بصير عند الوقت أني لأنا نقرأ نحن كتاب أونا نقعد نلعب بدون ما نخربط يعني بصير وهن بيهتموا بتحسوا عن جد طاقة الولد غير فسبحان الله هيك أنا أحيانا بحوس البيت بعود هيك بصفن بتفرج عليها بشوفها شلون هيك صار نظيف شلون كان وصيخ عن جد متل عادة هيك يعني الترتيب والنظافة بتعطيكم عن جد طاقة وسعادة شوفوا لي هلأ الحديقة عن جد كنت لازم أصور لكم شلون كانت قبل وشلون صارت عمضضوية عن جد كان هون الحصا كله ياتو لونه أسود من كتر ورق الشجر ما متبطب عليه حتى قدام باب البيت طلعت هيك كنست ونظفت ورق الشجر وصارت عن جد يعني مدخل البيت بشهي القلب لما هيك البيت بترتب عن جد من جواد قلبي بشتهي بس أقعد وأتفرد هيك على مدخل البيت شلون صار نظيف وعبدوه يعطوني رأيكون بيعطي طاقة إيجابية لأ لأ بلشت تكنيس من عند شجرة التين من الزاوية شايفين هون عن طابة ابني كان هون شجرة التين ورق كتير كتير كبير فبلشت تكنيس من الزاوية لعند يعني السور يلي بيفصل بيننا وبين بيت الجيران هلأ هون هاد المنظر شوفوا لي يبقى هديك الفيديو هداك الفيديو يعني صورت معكم شلون كان نست تحت هاي الشجرة الكبيرة عن جد شي يعني بيخلي الواحد يزعل يعني اللي بيشتهي على الحديقات عشته عليها عن جد هلأ صح حلوة والقعد فيها حلوة وهيك بس عن جد بتاخد تقريبا نص طاقتنا يعني أنا مثلا بدي وقت بالبيت تقريبا ساعتين ترتيب كمان لازم الحديقة أعطيها ساعتين يوميا من وقتي وزعفت الشغل فأكيد بالعطلة يعني عطلة الأسبوع رح تاخد كتير من وقتي أي والله بالشغل هلأ هون تعرفوا أنت وضعوا المطبخ فأنا يا جبل ما يهزك ريح قلت والله رح أطلع لبرا ورح أطالع أطبخ برا فطالعت هون بدي أعمل مكسيكانو عم بفرجيكم عندي هون كيلو من صدورة الجيج وعندي فطر وعندي فلفل ملونة وبصل فرح نبلش هيك نطبخ مع بعض الجيج أنا عندي يا كتير يعني ما رح أعمله كله مكسيكانو رح أعمل مثل الجيج بكريمة بس ما بدأ أحط كريمة دأ أحط بشاميل يعني عندي بشاميل أو بدي أعمل بشاميل وأحط فيه جيج وفطر هدول مع بعض طبخة وبيدي أعمل صندويش مكسيكانو الجيج والفطر مرح يعني ناكله اليوم رح أعيفه لبكرة رح أطبخ جنبورز والمكسيكانو رح ناكله اليوم بصندويش يعني لأني هذا بحس أنا حط قومي يعني المكسيكانو بعمله ما بحب يزيد والخضرة هيك يعني والفروج حتى الجيج بغير طعمته رح ألفهم بالخبز ورح أحط عليه كمان جبنة موزرلة أنا سبق وشاركت معكم صبايا طريقة المكسيكانو بس ولكن اليوم لأني ما بعرفيك سبحان الله لحد الآن ما من وقت الحريق لحد الآن ما طبخت طبخة محرزة مثل ما بقولوا يعني مشتية هيك أعملي طبخة يبرق طبخة كبة طبخة سفرجالية سمائية فهيك سبحان الله يعني لا نفسيا مشتية ولا إني وضع المطبخ بتحمل فقالت خلاص والجو كمان شوفوا هلأ غيمت كتير يعني فإن شاء الله ما تنزل علينا المطر ونحنا عم نطبخ طلعت فون غاز الكهرباء وهدول اللي كفوف شوفوا مشتريتون كتير كتير نوعيتون مي جيدة فأحبت أقلكون أول شي اشتريتون فيون كمية البودرة كتيرة فالله نصر ياعنبي لما بلبسون هيك بتطلع يعني البودرة على إيدي وتاني شي مجرد شوفوا مع بلبسون فورا بينشقوا بيخربوا يعني مع أني فيون بودرة مفروض أن يدخلوا بسرعة بس نوعيتون ما بتمط عرفتوا الكفوف السود نوعيتون هيك مطاطون بيكون عن جد أكوس وأجود يعني بس والله في يعني عندي كفوف سود بس عن جد ما عدت أعرف يعني وين غراضي مثل عادي حتى جوزي عم بيسألني أمس على يعني شغلة لما صارت الحريق هيك بقطع يعني مشان ما كانت القهوة مننزل عليها القهوة بعد ما نخلص مثلا عرفتو يعني لما بيخلص منيكبس في نجان القهوة فالطحة يعني تبع القهوة ما بيطلع فمنخبطه هيك يعني على خشب صغيرة منشان يطلع عم بيقلي وين أصلي زمان ما شفته قلت له ما هنن العمال أنا هي يعني ما أمت فهنن لما أجوا ضبضبولي لغراض بالكاراتين وما عادت شفته ايه والله فهيك يعني هلأ بلشت هون أقطع الفلفل الملونة وأقطع البصل وبنرجع هيك لموضيع روتين يعني شون نتغلب على مشاكل حياة صراحة شوفوا كل آياتنا مثل ما ذكرت لكم كل آياتنا كل آياتنا عنا مشاكل كل آياتنا عنا هموم يا أما نحني منستصلم للوضع اللي نحني فيه يا أما نحني منقرر أني نطلع من الوضع يلي نحني فيه يعني يا من ترانا نحني إنسان عايش في حياته أما تمشتونا مهمومين مستحيل أنت يعدي عليكي أسبوع من دون ما تتعرضي لمشكلة بحياتك جوز تكون مشكلة مادية يعني مثلا لا سمح الله قدر الله حادث سير مخالفة شيء هذا الشيء بيخلينا عن جد يعني مثلا موجوعين لأننا نحن مثلا عم نشتغل كل وقتنا من شان نعيش وندفع اللي علينا وهيك فبتلاقوا إجت عنا نحن بنقول مصيبة والحمد لله فالإنسان لازم يعدي أموره ما دائما ما دائما يكون تحت ضغط المشاكل أو بجوز تجيكي مثلا مشاكل اجتماعية واحد حكي عليكي يعني قالوا أنك أنت مثلا شخص ما لك منية سمعت حدا عم يحكي بظهرك خلص عن جد بالأخير الحياة ماشي ماشي فما تقعدوا أنتوا تحطوا حالكم أو تحطوا نفسكم ضمن دائرة ما تعرفوا تطلعوا منها أنا عم بفرجيكم قطعة الجيج هيك لازم تكون رفيعة يعني ما هو لازم لازم أنا أحيانا بقطعهم بكعبات بس صراحة لما هيك بيكونوا شرائح بتطلع طعمتهم قطيب وبطلعوا بنفس الوقت يعني هيك يعني إلهم هيك لدع لما بقليهم بالزيت بحاول ألدعهم هيك أشقرهم شوي بتطلع عن جد طعمتهم كتير كتير طيبة صدر الجيج هيك فيه شوية يعني ما كان بتلاقوا هيك رفيع ما كان بتلاقوا هيك شوي عريض مكان العريض هيك عم بحاول أقصوا هيك بالطول من شان أطالع كمان قطع نوعا ما تكون رفيعة فنصيحتي إلكم عن جد لكل الصبايا أني عن جد تحاولوا هيك تهدوا وتخففوا شوي عن عنكم أو عن نفسكم الضغط ما تحاولوا تحملوا الأمور أكتر من طاقتها وما تنسوا أني فيه رب بالسماء موجود لأني يعطيكم كل شي بتتمنوا بس إن شاء الله وتعالى كل شي بيكون بوقته وإذنما ذكرت لكم ببداية الفيديو رح يجي عليكم أيام تتذكروا اللحظات سواء كانت موجعة أو كانت مفرحة أو كانت يعني شي هم شايلين وإنتوا عكتافكم رح تلاقوه بسيط ورح تحسوا بهديك الأيام تقولوا نحنش لقد كنا محملين الموضوع أكبر من طاقته فهدوا إنتوا هيك عن جد على نفسكم وأقرب أقرب الشي أنتوا بتكونوا فيه مرتاحين عن جد لما تكونوا قريبين من رب العالمين حطيت هون زيت واستنيت هيك شوي يحمى وبعدين حطيت البصل والفروج مع بعضهم بحطهم مع بعض ليش لأنه لوقت ما يحمر البصل وأنزل الفروج عم بيكون البصل صار كتير كتير لونه يعني على سواد فشكله ما عم بيكون حلو فلي هاد السبب هيك عملت وهلا الله وصلا عن النبي بعيفهم شوية لتدعو وبعدين بحرقهم بحب أحط هيك شوية كركم من شان يعطي صفار للجيج يعني بحب بيكون هيك لونه أبيض وصراحة بهارات بحط بس بهار أبيض وهذا صصصوية يعني أو صص ماجي شو بتحبوا تسمو وبعيفهم هيك بس حسيت الجيج دواء وعطلون يلي بدي بعود بنزل بقى هون الفطر بحرك تحريكتين برجع بنزل الفلفلة الملونة بعيف هيك 3-4 دقايق شي تدبل يعني شوي وبعدين برجع بحرقهم مع بعض وجهز طبعا الجبنة والباندورا بحب أنا بقلب الصندويش أحط باندورا بتطلع طعمته كتير كتير طيبة هلا أول طبخة تقريبا صارت جاهزة تمام هون هيك حسيت أني صصوية طعمته ما كتير طالعة واضحة يعني فردت الكمية ملح ما بحط له لأني الصص الماجي يعني بيكون غالبا ميلح يعني عرفته فما بحط نهائيا ملح بعيفه بس على طاق البهار والكركم أطلقهم عشان يعطي يكلون حلو وقالهم صلي عن لبي الصص الماجي وهلا إكحركتهم تحريكتين نشفت المي بتريدوا تحطوا كل كمية الجبنة هون بتريدوا تعملوا هيك متل ما أنا عملت تريدوا ما تحطوا نهائيا تعيفوا بس بقلب الصندويش كله بطلع طيب بس كمان إذا حطيتوا هون تطلعيك لزيزة شوفوا المنظر ما أحلى مع الخضار والبرد عن جد برد برد كان بس يعني أنا مو عم بشتغل ما ليحس بالبرد بعد ما خلصت تصوير ودخلت لجوة حسيت بقى هون مثل ما بقولوا يعني بعد ما تخلصوا شغل ونحن هيك بتقلنا أمي بعد ما تخلصوا شغل بحلحل تعبكون وبتحسوا بقى بالبرودة إذا كنا عم نعزل يعني أو كنا عم نغسل أو عم نشطف فسبحان الله واحد العنجد اللي بيشتغل ما بيحس حتى إذا بتنتبهوا بتقعدوا إذا لابسين مثلا صوف بتغيروا يعني يعني بتكونوا شوبتوا فبعد ما تخلصوا حسيت بتقعدوا بتلاقوا البرد كله طلع في جسمكن هلأ هوني بلشت أعمل الصص البشاميل يعني أنا هوني كنت عم بحكي فوق الفيديو بعدين لقيتك لأ صوت غوشة الجو يعني ما طلعت كتير واضحة وفي هوا لأني كمان كان فالصوت كان كتير عم ياخده ويعطي فقررت أني أرجع عاية التسجيل فوق الفيديو يلا ما في مشكلة هلأ أنا بحب يعني هو الصوت اللي بشاميل أني تكون نحن حيطين زبدة بس الزبدة اللهم صالح عن نبي طعم تقوية أنا عندي لأني باخد الزبدة الحيوانية وفبحاول شوي أمددها بزيت النباتي بتطلع طعمته كمان طيبة لكل تقريبا معلقة زبدة كبيرة ننحمصها لازم تقريبا بمعلقة طحين يعني معلقة طحين عفوا حكيتها بالعكس كل معلقة طحين بدي معلقة زبدة وطبعا يعني كل ما كان الدسم كويس كل ما كان البشاميل عندكن ما عم بيكتل من أسباب فشل البشاميل وتكتيلته أني نحن لما عم نحمصه بتلاقوه نحن عم نحمص اللطحين مكتل عنا ما لازم لما نحمص اللطحين يكتل لازم نحمصه يعني بيراحته مو مثل المامونية لا المامونية مثلا لما نحمص السميد تلاقوه السميد الحب مبيني وهيك لطحين لا ما لازم يكتل نهائيا عبعضه يعني لازم تكون كمية الدسم كتيرة لحتى ما يكتل هلأ هون بعد ما أحمصه شوفوا يعني سياحنا الزبدة مع السمنة ونزلنا لطحين حسيت أنا هون شوي الدسم عندي زيادة لأني حطيت زيت نباتي مثل ما قلت لكم فزودت كمان معلقة طحين معلقة لكل معلقة من الزبدة الكبيرة معلقة من الطحين من حمص الطحين بمعلقة من الزبدة وبدأ تقريبا كل معلقة طحين كاسة حليب عرفتوا فأنا هون تقريبا حطيت أربع معلقة طحين رح أحط لهم لتر من الحليب كمان خطوة كتير مهمة مشان البشاميل ما يكتر عندكم ما لازم تشيلوا الحليب وتحطوه دفعة وحدة لا لازم نحط شوية حليب ونخلط يصير عندنا القوام هيك شوية سميك وأحسن أنا أتحكم فيه ولما أنا هلا بشاتم لما حطيت الحليب كتل عندي طبعا أنا لسا ما ضفت الحليب إذا انتبهتو حطيتنا بس هون ردينا زودنا كمية لطحين هلا شوف شلون لما رح أحط ومن دون عيار يعني ما عم بعير على الكاسة بس أنا عم بعطيكم العيارة من شان إذا هيك حبيتو إن كنتش تغلوها صح ويطلع البشاميل قوامو كويس فيكنتو عملوا مثلا هاد العيارة اللي عطيتكن ياه بس أنا شوفتو ما عم بعير هلا بحطت شوي من الحليب مع التحريك ما بكتر كتير هلا شوفوا مجال ما حطيت الحليب متل ما بيقولوا ضرب عندي لطحين مع السمنة مع الزبدة لأني عندي الحليب بارد هلا ببلش أنا هيك بضيف وبحرك بشكل كويس من شان ما يصير أبدا تكتلات وبس حسيت القوام صار عندي تمام ببلش بضيف كل كمية الحليب مباشرة وهيك بيكون تمام من الثلاث دقايق إلى الخمس دقايق أكتر شي على نار وسط رح يتقل عندي البشاميل ويصير تمام التمام في حال أنا هلا مثل ما قلت لكم أنا طبختي لبكرة يعني ما رح ناكل اليوم هو طبعا الأطيب أنكن تعملوا البشاميل وتأكلوها بنفس اليوم بس ولكن أنا متل ما قلت لكم عندي طبخة وبنفس الوقت عم بقلي الجاج وبقلي عم بقلي فطر وقطعت بصر وقطعت فطر فقلت ما بدي أعيفهم لبكرة فطبختي اضطريت اللي بكرة رح يصير رح أشوف إني قوام البشاميل صار عندي ياسميك فيني أمدد بكاسة مي فيني أمدد بكاسة حليب عرفتو أسخرا عن النار وأزيد على هون يا كاست ما يا كاست حليب عليك لساعد قوام مريء يعني لازم أنتظر عليها شوي وفيني أحط له الزاني يعني الكريم بتطبخ بتلاقوها هيك بأناني يعني بالماركت بكل بكل أماكن بأردي ليدل بني وين ما رحتو بتلاقوها أني نوح دهر يتعادل كاسة كمان بتطلع طعم تأطيب يعني كتير كتير بتختلف طعمة البشاميل لما بتحطولها كريم في الطبخ ولما بتحطولها كمان زبدة طعمتها بتكون طيبة هلأ البهار لما منحطه طبعا هون أكيد رح يكتل لأني اللهم ساعدني بالحليب سخن فلما بدي أرش البهار ببلش هيك بخلط شوي مشال ما يكتل عندي البهار طبعا بهار أبيض فيكون تحطوا هيك رشة بهار عادي بس بهار حلبي ما بتفقع طيب يعني أصولي البشاميل بس ببنكة البهار يعني وهلأ هيك تقريبا صار تمام البشاميل هلأ رح أحطه عطرف ورح أبلش أجهز بس رح أقلي البصل والفطر وبعدين رح أقلي الجيج وهي الطبقة التانية صارت تمام بهذا الوقت رح ألف صندويش وأجهزهم هيك على الكباسة لو أتما يجي الولاد أنا هون تقريبا عندي بقيان شوي لصرفة الولاد يعني ما بقيان كتير تقريبا ساعة ثلاثة وأنا عم بشتغل إجو ولادي الكبار يعني ولادي الصغار لساعة ما جبتم من المدرسة فإجو جوعانين قالوا لي إيش عم تطبخي إطلن ما حدا يمد إيدو من أسوأ شغلات اللي أنت بتكوني مثلا اللهم صلي عن النبي عندك قراءة وهيك ممنوع الولاد يمدوا إيدو على الأكل لنخلص تصوير طبعا أنا أول شي بكون كتير حازمة بالموضوع لا تاخدوا من هات الصحن أحيانا بحط لهم مثلا صحن بقلهم هذا كله منه هذا بدي أصوره لحدة ياخد منه أحيانا بتكون مثلا الكمية إني حطة قومين نحن منقول يعني دوب مثلا تطالع صحن عرفته فبجي بقلهم لا تمدوا إيدو أول شي بكون كتير حازمة بالقرارات عرفته هون عم بشرح لكم إني لما منحط البصل والجيج ما يحترق البصل عرفته بس هاي إن شاء الله يعني شرحت لكم إيها قبل اي والله وهذا الفطر هون قطعتوا المهم فبقلهم لا تمدوا إيدكن أول شي بكون حازمة أول وليد بيجيني بقلهم ما تمد إيدك تاني وليد بيجي بقلهم هذو اللي الساعة ما صورتون لا تمد إيدك تالت وليد بقلهم بقلهم يعني بلش قلبي وبجعني بقلهم خدوا شقفة برجعوا بروح بجي اللي بعده بقلي هي أغدت معاش أنا أخد بقلهم خد بقش بكون دائما شديدة مع الكبار لينة مع الصغار فالكبار بجيوهوا الصغار عبياكلوا بجيوه بقولوا لي طيب ليش عطيتين وما عطيتينها بقلهم خدوا خلصوني فوقت ما أخلص تصوير كون الله مصلي على النبي اللي أكل أكل مثل ما بقول مثل اللي ضرب ضرب اللي هرب هرب هلأ هون بعد ما قليت الفطر عفوان البصل والجيج نزلت الفطر تحريكتين إذا بتكن إذا الفطر عندكن يا لونه أبيض رشو له مباشرة رشة ملح ما بيغمأ لونه يعني ما بيسود بس أنا لأني الفطر عندي يا بني هيك هيك لونه غامق فتدبيلة خفيفة شفتوا الفطر ما بياخدك تقليل خمس دقايق للسبع دقايق بكون صار تمام أخدت هون خبز عربي هلأ الأطياب بالمكسيكان نكونوا حيطينو بالصمن صراحة أحيانا بشتري الصمن بتسألوني منين بشتري من عند العرب طعمتو كتير طيبة صراحة بتحسوه هيك لونه على صفار وتحسوه درة تحسوه اللهم صراعا النبي مثل الصمونات اللي كنا نشتريهم من محلات المعجنات عنا بسوريا بس ألا هيك يعني جود بالموجود وفي خبز وهيك فقلت لون خلاص رح نرفهم يعني بس بالخبز بدهن هون عم بفرجيكم إن الجيد شوفوا مو محروق بس يعني قلت بجوز الصورة تكون مي واضحة عليكم الفطر عن جد طعمتو مثل الكاماة ما قطعتو هيك قطع رفيعة عفتو هيك شوي قطعو خشنة بطلع طعمتو قطيب وهيك بقرط هيك تحت سنينكم كتير كتير طعمتو طيبة فهيك عم بفرجيكم إن هون خلصت طبختنا وهلا هيك رح أنزل الفطر فوق البشميل يعني يعني عن جد كتير كتير الأكلات البشميل وهذه شغلات طيبة ولو إنا مثل ما قطعتك مش تيقى على أكلات يعني هيك دسمة بس طبقة هذول الأكلات سوى سريعة التحضير عن جد وما بتلبك وبنفس الوقت طيبة بس يعني الشغل اللي فيها يعني لازم نصب خانا كلها بنفس اليوم هذول الأكلات بحس أنا تاني يوم بتتغير سبحان الله طعمتو من الشغلات اللي ولادي ما بحبوها إني أطبخ الطبخاء طعمين إياها تاني يوم ما بعرف هاي العادس سيئة من نقاضينا ايوة فأنا أشي عملت يا حذركم ضحكت عليهم أخدت الطنجة بعد ما بردت يعني وغطيتها وقمت في البراد تاني يوم طلعتها طبخت لهم جمبه جمبه رز هيك ما بيحسوا يعني هيك ما بيقولولي إني هاي الطبخة من أمبارحة بس هلا يكونوا شايفين مثلا بهذا اليوم أنا طبختها بدون يأكلوها بنفس اليوم أو إذا عملت لهم جمبه رز تاني يوم بقولولي ما رحناك لهاي الأكل من أمبارحة هاي العادة يعني جوزي فيه هالعادة وسبحان الله أنا أنا نفسي بحس أني الأكل تاني يوم بتغير الطعم طبعا ماكل الأكل مثلا الملوخية بقبله تاني يوم اليبرأ بقبله تاني يوم الكبة هيك المحشي مثلا في طبخات بتحسن تاكلها على يومين بس فعليا عن جد أني هدول الطبخات بتحسوها تاني يوم سبحان الله تغير الطعمتها كلياتها عملتون هلا هيك تنظيفة على السريع وخبانا الطبخة خبانا الطبخة ونظفت هيك الزيت ما التطريش ورح أبلش ألف في الصندويش ما رح ألف للكل لأني اللهم صلى على النبي ما رح ياكلوا الكل مع بعضهم متل ما قتلكون ولادي الصغار لسا ما أجو رح أجهز صندويش لولادي الكبار وبعدين رح أروح أجيب ولادي الصغار وبس رجعت رح ألف لهم صندويشاتهم هنه هيك هيك بياكلوهم يعني سخنات شوفوا شغلة بقى الزيت اللي بيطلع من المكسيكانو هذا كتير كتير طيب إذا بتدهنوا فيه الصندويش بيطلع هيك شكله عن جد مثل صندويش الشاورمة والأطيب كمان إذا انتم مثلا ما عندكن هاي الكباسة نحنا مقال لك كباسة الجبنة إذا ما يموجودة عندكن وأنا عم بشرح لكم اش تعملوا فبتاخدوا الزيت بتحطوه في طواي أو بنفس الطواي بتطالعوا المكسيكانو بنفس الطواي بتلفوا الصندويش وبتحطوه بالطواي طبعا لازم تكون طواي كبيرة بتحطوا صندويش المكسيكانو بتلفوه بتجهزوه بتحطوه وبتحطوه فوق نحنا منقلة تقلة المحشي اللي هي بتجي في خارب دائرية بتتقلوا فيه الصندويش وبتحطوهن على النار على الواطي بتلاقوا بسأسهم هات جبنة بتسيح والله مصال على النبي وهنا هيك بتبلش بتشرب يعني الخبزة بتتشرب طعمة الدسم شوفوا عم بحكي اشتهد اي والله وبتطلع طعمتن كتير كتير طيبة وبعدين طبعا اكيد لازم تقلبوهن عالطرف التاني مشان ياخدوا هيكي لتدعوا يعني وياخدوا طعم طيبة هلا هون تقريبا الصندويشات صارت جاهزة ونا عم بشرح لكم اني هاد الصحن تميت تقريبا عشرة دقايق عم بدور على صحن بين الكاراتين اقدم لكم فيو الصندويش يعني اني احطو لاني صراحة انا كل ولاد بحطله صندويشته بصحن يعني صغير عادي بس مو البلور كلهم يعني محطوط بكاراتين فتميت افتح واسكر بهالكاراتين لو اتمال لقيت هاد الصحن الحمد لله عكل احوال وهون تقريبا خلصت لفي الصندويش معكن وكمان خلصت الفيديو ان شاء الله يا رب تكونوا مبسطتوا واستمتعتوا واخدتوا هيك شوية نصايح تحسنت تكملوا فيها ايامكم الحلوة وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم لايكاتكم كتير كتير يمكن عم بشوفها انا قلت مقارنة بالفيديوهات الماضية يمكن انا شوي ما عم بشتغل على القناة الصح حقكم علي بس انتو كمان ما عم بتشتغلوا معي خليلي قلبكم لايكات حلوة وتعليقات حلوة مشان هيك شوي القناة ترتفع وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وانتظروني بفيديو جديد وروتيني جديد انا بعتذر منكم محسنت اصور اكتر من هيك لاني يعني بحكم الوضع وبحكم المطبخ وهيك بس حاولت اشارك معكم تنظيفات الحديقة وغداي لليوم لهون بكونت هالفيديو واتشكركم من كل قبل المتابعة لا تنسوني من دعمكم اذا عجبكم الفيديو بشوفكم بروتيني جديد وفيديوهات جديدة باي باي